رمضان فرصة عظيمة فاغتنمنها أيما غنيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إخوان المتابعين ورمضان مبارك كريم رحما بكم إن شاء الله في هذه السلسلة اللي كنا قد مهدنا لها بحلقة قبل رمضان وهي حلقة الاستعداد لرمضان فإن شاء الله قد نبدأ في أول حلقة على فضل هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان وكيف ينبغي الإنسان أن يستغله حتى يخرج من منعوق أكبر فائدة ممكنة وهذا الذي سنقف عنده خلال هذه السلسلة فنرحب بالضيفين والأخين والأساتذة الكرام سيمريشا ويحيك الله تساعدك رائم يحيك الله تشرفت بكما وبالجلوس معكما وترتشى معكما حول هذا الشهر فاضل فحبدا أسترمني لو تحدثنا قليلا عن بعض فضائل رمضان يعني حتى الإنسان يتحفز للعمل فيه ويجتهد وغير ذلك بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن 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 الرحيم وقضية الشكر يعني قضية جوهرية في العبادة بشي وفق الله عز وجل وقد يعني وأنت مسلم وفي شهري مبارك وتتعرض للنفاحات هذه في حد ذاتها من أعظم المنان ومن أعظم النعم التي يلبر يعني إنساني أن يشكر الله عز وجل وكلما شكر العبد ربه سبحانه وتعالى طبعا للعبادة الموجودة في هذا الشهر المشاهدين وكلكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الفضائل لرمضان أذيت من أعظم الأحكام إنما كان ينتقل من الضر قال أمير ثلاث مرآت فسألوا صحابا سيبال أممت قال لهم رغم أنف مرئين ذكر ثلاث الوالدين وعمدان وقضية الصحية نعم فمن بين الأمور قضية إدراك عمدان رغم أنف مرئين أدرك رمضان ولم يغفر الله في رواية قال جبريل أبعده الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هلين صلى الله عليه وسلم تصور أنك يعني كونك تدرك هذه الفضائم توصلت إلى المحطة وما استغلتيش الفرصة وهذه الفرصة فيها الرحمات وفيها مصيرات وفيها مغفرة الله عز وجل ولم تتعرض هناك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي ترك هذا الخير قال لنا وأنمنع دعوة جبريل وأنبر عليها نبينا صلى الله عليه وسلم كنت تدين من المسائل أربما سيساعدين يتحدث بتفسير عن هذه الأمور قضية يشفرة الدرب كنت تدين حويجة وكنت تدين العثار ذكر عن نبي صلى الله عليه وسلم فأن الإنسان إذا قام بهذه الأمور غفر الله لأنه لا تقدم من ذنبه وقضية تدين حويجة والله يبدو أنه لا تقدم من ذنبه والله يبدو أنه لا تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم بل سامر رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله كله وما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه إهدانا واحتسابا إيمانا بفرضيتي وأن الله عز وجل هو الذي فرضه وأن الله عز وجل هو الذي أعراض منا أن نتقرب بأيدي بعض الأمر وقضية تانية احتسابا هو قبل مثل خدس وأنك ما بغيت تنق ما بغيت شكر ما بغيت تبين لك يعني تدين لك الإنجاز ما لا 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 أريد شيء من هذه الأمور وإنما أريد فقط ما عند الله يا أزوجك تسري عمضان مثلا صمتي ولكن يعني كان شغله لم تدركه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام عمضان إيمانا واحتسابا عفا لله ونعماتا قدرني مذنب مراسم خير القيام مثلا لم يدرك قيام عمضان كله نعم صحيح لم يستطيق مع الإيمان بطلان أو لم يستطيق الباركة هذه الصنوات أعطاك السيدين ليلة القبر صحيح من قام ليلة القبر إعمانا واحتسابا لغفر علىه وماتا يعني شهيرات وهذه من الأمور التي يمضغي الإبن سالح يتعقد لها وأن يجاهد فيها وهذا فضل من كثير من الفضائل الموجودة فيها جزاك الله وخيرا وبرك الله فيك يعني سبحان الله في حديثك تذكر ذلك العروض فشكتكون مثلا شمنتو يديرين شيء عرض وكاده 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 يعني يعني يبريك بالباطل إذا باش انت تتحفز وتشريه وكاده وكاده مش تشريه بالفعل فسمحان الله فما بنوك بهذه الإغراءات بحق سأل الله أن يلحمنا وأن يعيدنا على صيامه وقيامه أستاذ سعيد حفظك برقنا فيك أخي عز الدين وكيف تفضل أستاذ مهدي جزا الله كل شعب والإنسان في السوء يعرف بعد الفضل دي لرمضان إذا عرفت الفضل دي لرمضان أراك ما غادي تفتنم رمضان كيف مذكرتي؟ نخضو غلويتر المخبزات لأنه عندهم الحمد للفضل والتسريات لأنه عندهم تصور على رمضان هو الشهر تقريباً فيه أعلى الإيرادات وأكثر المبيعات كيف يوجده؟ والله يبارك الجميع أخوتنا المسلمين إن شاء الله نبقى يوم غير بقى دائماً يتحرّوا هذا الحال كيف نبقى نفسنا؟ العلماء كيف يبقى؟ السلوك الإنساني عبارة عن تصور وتصرف إذا كانت تصور صحيح ستصرف بإذن الله زوجة يكون صحيح فإذا تريد أن تعرفه الرمضان أجل أن نصدر به وإن نبي عليه الصلاة والسلام على رمضان كيف قالت من صام رمضان إيماناً واحتساباً وغفر أنه ما تقدمه من ذنبه من قام رمضان إيماناً واحتساباً وغفر أنه ما تقدمه من ذنبه الصلوات الخمس والجوعة إلى الجوعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن لماذا تقوم بات الكبائر؟ إذا انترك المقبل على واحد شهر الله عز وجل شرفه وخفه كيفما نقوله مثلاً بلاد الحرامين الله عز وجل خصها بالحرامين من المسجد الأقصى نسأل الله عز وجل أن مطاهره من دينس صهايناً وقتصيدين رمضان عنده وحدة فضيلة كبيرة جداً فلنستحب هذا التصور دينا لماذا الله عز وجل يقول لنا فهي أيام المعدودات فهي يقول لك أيام المعدودات هذا فيه إشارة وفيه تنبيل إلى عدم التفريط فهذه الأيام المعدودات أن العرب يقول لك القليل لا يعد يقول لك قاعدني محسوبة غدا التقادة رمضان الله جاي جاي وغادي يزمح السرعة كبيرة بس شو سبح الله تصارع الأوقات التي نعيش الآن نعيش في حد الفترة وفيها تصارع الأوقات بشكل مغوين بشكل كبير جداً عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتصير السنة كالشهر ويصير الشهر كالأسبوع وتصير الجمعة كاليوم الواحد ويصير اليوم الواحد كالساعة وتصير الساعة كاحتراق السعفة لا تلاحظوش أن نصبخنا كل رمضان أسرع من سابقه في الدخول دياله فهذا يندل على شيء يندل على أن الأعمار ديالنا غادة الأعمار ديالنا غادة بوحد السرعة مهويلة لكن أشوج لنا وأزوجنا أشوج لنا وتزودوا فإن خير الزادي التقوى والتزود للملك يكون ككل المسافرين غادين في طريق كل واحد يسافر ربعين عام غير قلع أزوجنا قامت قيامته وكان يسافر خمسين عام وكان يسافر عشرين عام إذا كنت نصح تصور هذه الأيام أقول ذات خصداء لا نفرطوش فيها خصداء لا نفرطوش فيها خصداء لا نفرطوش فيها يكون لديك استعداد باش أنك تغتينم هذا الفضل ديال رمضان رمضان أدرك رمضان كما جاء في الحديث يعني رغي ما أنفو وفي رواية خابة وخاسر خابة وخاسر من أدرك رمضان ولم يغفر لك وفي رمضان تغييرات عظيمة جدا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجيلان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين في رواية المرة بينهم الشياطين يعني تشيل لعزة وشي الكاميرا يدرك رمضان يجعل لك شيء أحد يجعل لك أحد الأعدو وهذا كنت نفسه لك وهذا كنت نفسه لك وهذا كنت نفسه ما يدع علينا كيف يتمتح نفسه نفسه بجهة ذلك النفس فإذا سبحان الله حتى لكي تعرف فضل رمضان لأن رمضان مسألة القلوب لعلكم أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني بس تحصلوا درجة التقوى كل عبادة يعني كل أركة الإسلام المقصد منها طبعا حلوى تحصل درجة التقوى يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون كيف مجنة لعلكم تتهيئون فتتغيرون فتصبحون من المتقين وليهذا نرى مثلا نقول 15 شعبان كان حديد دينامي عليه الصلاة والساء ولا يوجد تخصيص ذلك اليوم عبادة أو شيء إلا إنسان كان يصوم دي متنين يصوم أيضا بيضا يصومها فكي يقول عز وجل يتطلعوا إلى أهل الأرض فيغفروا يعني لكل أهل يعني لكل مسلم يعني يغفر إلا لمشركين أو مشاحين هنا كان واحد الإشارة بأيتي تغتنوا بفضل رمضان نخدم على هذا القلب أعرض القلب هذا القلب هو يخصيصهم حقيقة ففضل رمضان نرى رمضان يعني الأفضل له كثير جدا فخاص للمسلم يغتنوا مع هذا الشعر لأننا نقول نحن غير من صام رمضان ونقام رمضان ونقام ليلة القدر وغفر له ما يتقدمون من اليوم الأخرى فإنما حصلت للمغفرة في رمضان إنت تحصلها إلا ما حصلت لعلاقة دينا مع الله عز وجل إنت تحصلها ولهذا نرى كثير من الناس وإننا نحن إنت تحصل وإنت تحصل وإنت تحصل ففضل رمضان ففضل عظيم لأن الإنسان لا يضيعوش لأن الإنسان يحرص عليها أشد الحرس سبحان الله سبحان الله سبحان الله أذكرت هذه المسألة صلاحة القلب هو عجيب سبحان الله القلب إن صلحة يؤثر في الجسد وكذلك أعمال الجوارح تؤثر في القلب مثلا الصلاة وغير ذلك تجاهد نفسكم وهذه الصلاة وهذه العبادات تحس بليل في قلبك بالخلاف المعاصي والذي قلبه صار متشنبع بالمعاصي وغير ذلك أعم فوصة ينبغي أن يستغل لها الإنسان بني كي يصلح قلبه إياها المواسم للخير بينها رمضان الله عز وجل كما ذكرت يعني هيئة لك كل الظروف سبحان الله لكي تتقرر منه وجد لك الأرضية صحيح فبقيت كما قلت النفس التي يعني نجم بك تحرضك وكذا وغير ذلك فنسأ الله أن يعيننا وأن يعافينا السيوية كانت هناك إضافة في هذه القطعة وقضية هذه سبحان الله عنه المجال عجيبة جدا لكن سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام المطلوب من الإنسان أن يستغل لهذا الشهر المبارك وأعطاس من الذي يعني يعني يتعتب من الأجور ومن السفيرات يتعتنى من الإنسان الفرصة يعني بالشكل الذي ينبغيه ولكن ليس لك الأمور وإنما هي لك المجال لك هذا الشهر ينبغيه في الجو الذي ينبغيه محصل حتى قضية قضية الشناطين تصفج في هذا الشهر يقول لك الشيطان الذي ينبغيه في كل عياب السنة على دينا فتحنا لك المجالات قضية الخيرات أنه ليس لك هذا لأنه دائما الإسلام يقول لك يقول لك إذا كنت هذه الخيرات التي تنتظرك يعطيك دائما واحدة جائلة محفزات تتعاونك كأنك تزيد تشتهد أكثر والعمل يكون الشكل الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضع وخلناه لك من المجال أنه واجد معيّة في هذا الشيء كامل يعني معتبر طريقة رائعة وفي الشهر الإنسان مثلا كما تقول لك الناس صحيح ويقدر مثلا يقص علي هذا الشباب يقول لك كما تتكلم عنها في قضية اقتلال للفرصة لذلك يبقى أن نسأل صحيح قوة معيّة عقدان أننا سيار كما تتكلم عنه صحيح 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 في القيام أجمل ما يوجد في ذلك الوقت المبارك في كثير من المواطن صحيح أو 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 ساعد عظيم انك تكون فائز الاستساعد معه بالنقية بالنقية سبحان الله هو شوف قدر ما هي الغلم عظيم والخير عظيم وهذا كل ما عاصي تصل الى المستوى إذا فيه من الوزن لا يعدو لك سير رب العزة والجنة صحيح والنقطة الرئيسية ايضا اخوتي الكار في مسألة الله قال هو فضل اجر الصيام هل يعلم احد اجر الصيام لا يعلمه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل كل عمل بآدمنا الحسنة بعشرة او ثانية الى سبع مئة ثم يقول النبي يقول الله عز وجل ان الصوم فانه لي وانا اجذي به فلا يعلم احد اجر الصيام علماء قال لك ربما ان الصيام وشهر الصبر والله عز وجل قال في سورة الزولار انما يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب ففي رمضان ثلاثة انواع الصبر صبر على قدر الله عن ذاك الجوع وصبر على طاعة الله فهو طاعة لله عز وجل وصبر عن محارم الله يعني انسان يمنح نفسه من المعصية ومن الوقوع في الخطيئة في رمضان لكن اجر الصوم يعلم الله عز وجل وهذه من الامور التي تحفز الانسان إذا كان الانسان يصوم هذه في غير رمضان يوم واحد في سبيل الله يباعد الله عز وجل النار عن وجهه سبعين خريفا نهار واحد سبعين سنة كيباعد الله عز وجل عن وجهك النار فما بلو كب يحب رمضان بهذا الشهر اللي فيه هذه الفضائل المتعددة فصراحة مغضون الله زوء من يضيع هذا الشهر العظيم ورغي ما أنفوه كما قال النبي رغي ما أنفوه رغي ما أنفوه قالوا من يا رسول الله قال من أدركت على رمضان ولم يغفر فالأسف سيكون حريص حريص على شهر رمضان لأنه ربما ربما قد لا يعيش إلى رمضان أخ ورغي ما أنفوه ورغي ما يكون ربما يكون من العتاق صحيح كما فعلنا سلم لله في كل ليلة في كل ليلة عتاق قدرت تكتب بسمية دي هذا الإنسان فالك الليلة التي قامها وهذا النار الذي سامعه في آخر يوم الجائزة كاتب الله عز وجل وأن الإنسان يكون من العتاق إن عظيم جدا مبارك الله فيكم ورجعكم الله خير إخواني وإياه ونفع بكم نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان فرصة عظيمة فاغتنمنها أيما غنيمة ترجمة نانسي قنقر